اشتركوا في القناة 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 هو على فكرة هي القصة كلها بتبقى راجعة للصنعة اكتر منها بهارات واكتر منها توابل واي اكل في الدنيا عايزة تزبطي الملح بتاعه هتقدري تاكل حاجة كويسة حسب كل واحده ملحه طبعا يعني لو مظبوط هيطلع كويس جدا ده دي اهم حاجة اما بقى حت التوابل وان انا ميز عن شخص تاني او حاجة فده تبقى برضو راجع للمنتج اللي انا بعمله طيب سواريخ ده فين في اسكندرية سواريخ احنا عندنا الفرع الاساسي ده قدام باب واحد المينة بتاعت باب واحد في الجمرج كويس تمام والفرع التاني ده في شارع 45 في ميامي في اول شارع 45 على طول ده الفرع التاني فانت قدام المينة قدام الجمرج اللي هو عشان مفتشين الجمرج يشعوطوا الناس في الجمارك ياكلوا سواريخ بتاعتك ويطلعوا روح الناس انتوا كنتوا في الاول عربية مش كده كنا الاول في عربية طبعا سنت كم بقى يعني مثلا ممكن من خمسينات يا ماشاء الله والله العظيم الصنعة حلوة والاسكندرانية مخلصين للناس الشطرة اللي عندهم طيب يبقى دي صواريخ من غير شطة ايوه ودي صواريخ لشطة اه ايه المكونات غير الخالطة السرية الصدق بتاعها صدق اه هي الميزة ايوه الصدق الصدق الميزة بس ان هو الصدق انا يعني هو اللي فيه الفكرة كلها ان انا اللي بعمله طبعا الصدق اه طبعا فبالتالي يعني ببقى هو دوت اللي محطوط فيه اللي يعتبر السر مش في حاجة تانية مش في الخالطة الناس يهم حاولوا يجربوها يعني البرام ده برام أسرار كله من قولها اه يعني فانت اللي بتعمل الصدق في المصنع اه تمام اه طيب ماشي خلاص ده ايه ده الفول بالصدق فول ده سر ده بدايتكم ده هو ده اللي عمل الاسم فول بالصدق اه ده قبل الصواريخ كمان والصواريخ انا عايز افهم ايه ام الصواريخ دي يعني لما حضرتك تدويها طيب ده ليه مهددة واللي هناك دية حضرتك مسألتش عليها استنى انا رايح اهو تمام طيب استنى ده فول بالصدق تمام وده السلعو اسمها ايه السواريخ ده شكلها كوارع تمام صح قلنا بيه تمام والله ناول والله عظيم كوارع اه والله يا له بالي طيب ماشي ماشي ده ايه ده بقى اه حاجة احنا بسمينها تقطيع بلدي تقطيع البلدي دي عبارة عن بتبقى لسان ولحمة راس وفشة وكوارع عليها بيتبقى يعني خليط من كل دول انت بتلعب العاب خطرة هو الى حد ما داخلين في المصمت لكن هو مش مصمت اه يعني بتعمل مودرن فشة ومودرن لسان اه يعني ومودرن كوارع تمام فين بقى السر دول اللي انا بدوخ علي انا بموت في المخ ومفيش مخ في البلد احنا كمان بيجي علينا وقت ما بنبقوش لقينه ليه بقى كل كل يعني الحيوان نفسه هو بفوش غير مخ واحد اي وكل عاجات التانية دي اشتغلوا زايد من انتشر ومحلات ياما ايه بتادي تشتغلوا فبالتالي طبعا عليها قبال علي طيب ايه اللي حضرتك اللي عمله بايدك اه طبعا بايدك طيب ده مخ سوت ايه ده السوت ايه ده مثلا هو بيتسلق طبعا بيتسلق ازاي هل بتشيل العروق الاول لا لا بتعمل ايه لا لا ما يفعش تشيل العروق لان مرة مراد مكرم كان معايا في حلقة هنا بتاعت قبل نظيرة دي وبعدين بقوله المخ قال لي لا لازم ماما اللي تعمله لانها بتاعت تشيل العروق المسلوك السوت ايه ده اه ليه بقى لو تشيل العروق هيبقى عجينة والله هيبقى عجينة طبعا وهيزفر مع حضرتك اه مولامية وهداية شغالة فيها هم فلازم ما تزفر معايا مشانا ياكل طبعا مخ صح ها راحتو هم ده بقى برضو حتى عند محلات الكبدى والمخ يومي تقولون مسلا عايز كيلو الدوك تلات مخات وكله كبدى يعني ايوه لازم بيشكل لا احنا عندنا المخ مخ لازم تقولوا انا عايز كيلو مخ عشان تعرف تضوء المخ تمام مم ده المخ مم ده الباني بتعمله بايه البانيه اه بقسمات اه عادي اه بس ملح وفلفل اه يعني لكن لو دخلت اي بهارات فيه انا غيرت من طعمه طبعا صح فما لاش لزوم يعني صح فانت بتحطه انت بتسرقه الاول وبعد انت عامله بانيه اه طبعا بتسلق الاول بتسلق الاول زبينك مين يا استاذ محمد زبيني مين يعني نوعيات مختلفة كل النوعيات و جميع الطبقات موجودة الحمد لله لان انا الشغل بتاعي يعني ممكن يكون مميز شوية تمام والحمد لله احنا يعني بنخاف ربنا في الشغل بتاعنا حرقة مم اه لأ لا 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 احلف والله لأ ده انا مش هملها حرقة خالص كمان أصنبع عن عشاء الكوارع وعلى فكرة أخذنا في الكوارع شهرة لسبب لأن إحنا اللي عملنا الكوارع سندويتش لا والله الكوارع متبفعش إحنا متعودين عليها إما نفتة أو مثلا بالعضم بتاعها لكن دي مخلية وبتعمل بالتدبيل سندويتش لباشامي وتتعمل سندويتش هات نفس للعيش دا آه بس الفرق أن العيش اللي عندي من غير السمسم النبي ينفع اسم غنوة أو مسرحية إحنا اللي عملنا الكوارع سندويتش إحنا اللي عملنا الكوارع سندويتش زي إحنا اللي دهلنا يعني حلوة بس بقايا أقولك طب وخلاص بقى بتخليها ما فيهاش بقى الصلصة دي يعني مش سايبة كده بتنشفها إزاي عشان تبقى سندويتش لا طبعا يعني اللي شغال أكيد بيصفي لأن مش ستطلع كده في السندويتش كريم كراميل والله العظيم كريم كراميل طيب أنت فتح 24 ساعة 24 ساعة ليه؟ زي ما قلت لحضرتك أنا زبيني كل الطبقات فيه طبقة بتبقى بالنهار فيه طبقة شغلها بالنهار مثلا وبيصحروا بالليل فشغال وجودك قدامك جمرك مفهوم الجمرك ولا بيقفلوا الجمرك ليه مواعيد برده موظفين فممكن تكون مش شغال مثلا في فرع الجمرك ده بالليل لكن بتاع نص البلد أو بتاع المطقات تانية لا لا الاتنين شغالين 24 ساعة طبعا ماشاء الله طيب أنت أنت ابتديت أو الوالد ابتدى بالسواريخ بالفول بالصدق والفول اللي هو بالتحينة إيه اللي خليك طورت كده أو خلي أصلا أنت نوعت حاجات تانية أو على فكرة يعني إحنا كل فترة لازم بننزل صنف جديد تمام بيكون مميز يعني اعتمادي في شغلي بعيد بقى عن البنيهات وعن البورجر وعن الكلام ده كل ده موجود عندي كل ده موجود بس كل فترة لازم أروح منزل صنف جديد يعني هو ممكن بيجيلي الفكرة وبتدي أجربها وبتنجح والحمد لله يعني نجحت زي الكوارع الكوارع مش معقولة والله العظيم فضيعة الكوارع والمخ طبعا يعني قطر خيرك إنه الواحد هيعمل سندودش مخ مدملك دلوقتي هو يأكل وهو مبسوط يعني ناقصك إيه عشان مدام أنت عامل فرع يعني أنتو عندك اتنين إيه اللي يخليك ما تنتشرش قوي الانتشار دوت يعني لازم عمالة جيدة تساعدني عشان أقدر أحافظ على نفس المستوى تمام فيه عمالة كويسة وفيه كل حاجة احنا ما نقولش لأ طبعا وبس زي ما فيه كويس فيه الوحش فأنا ممكن أنتشر بس ممكن يكون فيه واحد وحش بوازن الشغل فهي بتبقى محتاجة رقابة بصفة مستمرة أنا سعيدة بك جدا ربنا يخليك ما كنتش أعرف أن فيه النوع ده من الأكل السواريخ تب صراحة يعني صراحة وبعدين الأصناف فيها فكرة يعني شاهية وفيها فكرة كده يعني أنك أنت تروح تعمل مغامرة تاكل سندوتش كوارع سندوتش فول بالصدق عمال تعمل أنت كل العجل بتاخده تشتغل بيه بكل حاجة فاضل ضوافره هي اللي مشتغلت بيه لا 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 فيه بعض الحاجات طبعا يعني بقيت عن الكرشة بقى اللي هي مهدامة ده منت عملت لكن الكوارع اللي كده اللوب الكلاوي كل الحاجات دي كل الحاجات الأخ بيتسل بيتخدوط طلعهم يعني بيطلع دي فيها فيها لسان ومخاصي آه دي آه لسان ومخاصي وإيه تاني كوارع وإيه وكوارع اسمه إيه البتاع اللي هو مليان ده اللي بناخده الطبع مليان كل الحاجات اسمه شنكليش بينه ولا مش عارف اسمه إيه ده اسمه تعطيها بلدي فشنجاح ده اسمه مشينكاح آه لا ده ده فشنكاح بيبقى فيه بيبقى فيه فشة ولسان ومنبار حتى مبقاش في مخ لا وده وتمبقاش في مخ أيوة لأنه بينزل نار يعني وده فيه مخاصي مفيش؟ لا لا فيها طبعا مم جميل أنا أحجي لك إسكندرية تشرفينا وكون كده مش عندي برنامج عشان أخد غطس في التوارع دي ربنا يخليك نوارتين يا أستاذ محرومة ربنا يخلي حضرتك ربنا يخليك اشتركوا في القناة بacăبرا اشتركوا في القناة